تتجلى جهود مملكة البحرين في قطاع الصناعة كأحد أبرز النماذج الملهمة في المنطقة حيث استطاعت المملكة بفضل رؤيتها الاستراتيجية أن تحول هذا القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة نعم الزميل محمد شكري يستعرض لنا الجهود الاستثنائية التي بذلتها مملكة البحرين في مجال الصناعة في سياق التقرير التالي تمضي مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو مستقبل صناعي مزدهر حيث شهد القطاع الصناعي فيها تطورا استثنائيا خلال العقود الماضية وأصبحت مملكة البحرين نموذجا رائدا في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية مشاهدين دعوني أستعرض لكم أبرز جهود مملكة البحرين في القطاع الصناعي تعمل مملكة البحرين على دمج مبادئ الاستدامة في القطاع الصناعي لضمان الحفاظ على الموارد البيئية والاقتصادية ولعل من أبرز تلك الجهود تطوير الصناعات الخضراء من خلال التركيز على التغنيات الصديقة للبيئة التي تقلل من انبعاثات الكربون كما حرصت إدارة النفايات الصناعية على إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التدوير ومعالجة المخلفات وتسعى مملكة البحرين إلى أن تكون في طليعة الدول التي تستفيد من تغنيات الثورة الصناعية الرابعة وتركز الجهود في هذا الإطار على التحول الرقمي من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المصانع لتحسين الانتاجية كما حرصت المملكة في استخدام الروبوتات والتغنيات الحديثة لتحسين العمليات الصناعية بالإضافة إلى ذلك تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الصناعي في مملكة البحرين ولعل من أبرز المبادرات لدعم هذا القطاع هو تمويل المشاريع الصناعية من خلال برامج تمويل ميسرة تقدمها المؤسسات الحكومية وإقامة المعارض الصناعية التي تعزز التواصل بين الشركات المحلية والدولية هذا وتحرص مملكة البحرين على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية لجذب الاستثمارات الصناعية وتوقيع اتفاقيات دولية مع شركات عالمية لتطوير قطاعات صناعية مبتكرة وإنشاء شركات بين القطاعين العام والخاص لتسريع نمو القطاع الصناعي مشاهدين جهود مملكة البحرين في تطوير القطاع الصناعي ليست مجرد خطوات اقتصادية فحسب بل هي رؤية استراتيجية تحكس التزام مملكة البحرين ببناء اقتصاد متنوع ومستدام يحمل في طياته فرصا واعدة للأجيال القادمة